اللهم صل على محمد الفاتح لما هو لصرقات من الباق سرقنا بسير لك منك ولا دين إلى صراطك المستخدم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أرحب بإخوتي الكرام القادمين إلينا من كل مكان فرحاً معنا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسميته وفرحاً بهذا الشهر المبارك الذي من الله فيه علينا بمولود سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان ذلك فرحاً في قلوبنا وامتناناً منا لله تبارك وتعالى الذي من علينا هذه المنة العظيمة منة القرآن الكريم منة هذا الدين القويم منة الشريعة البيضاء منة الحق منة النور منة العون للإنسان المسلم في تيسير طريقه إلى الله تبارك وتعالى عبادةً وسلوكًا صلاةً وسجودًا وسيامًا كل هذا وصولًا إلى رضى الله تبارك وتعالى ووصولًا إلى رحمته وفضله وكرمه وإذا جئتم فإن مدينة تستقبلكم بكل ما تملكه تستقبلكم بقلبها تستقبلكم بمنازلها تستقبلكم تستقبلكم بمسجدها تستقبلكم بأفراد هذه المدينة كلهم جميعًا يقولون لكم مرحبًا بكم في منازلكم مرحبًا بكم في قلوبكم مرحبًا بكم في بيوتكم مرحبًا بكم في إخوة يحبونكم كما تحبونهم ومرحبًا بكم في قوم جمعهم الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة في هذه البقعة التي طالما اجتمع فيها رجال من كل مكان ومن كل فوج عميق حضورًا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكراه الكريم ونحن إذ نفعل ذلك لا نفعله شركًا ولا نفعله خروجًا عن الشريعة ولكن نفعله محبةً في رسول الله وإحتفالًا بيوم مولده صلى الله عليه وسلم ومجيئكم إلى مدينة حقًا يعطينا أملاً كبيرًا في أن للإسلام أيضًا قوةً ما زالت باقيةً خادرةً على جذب أولاده من كل مكان ليجتمعوا على شيء واحد هو بيان ما في قلوبهم من محبة رسول الله وبيانًا ما في قلوبهم من الإيمان بهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانًا على أن الأخوة الإسلامية تحتاج دائماً إلى التناصر وإلى التآذر وإلى التقارب وإلى الوحدة حتى تكون لنا للإسلام قوةً قويةً قادرةً على صد كل معتد أسيم وهذه الأيام كلنا نعرف أن هجمة شنيعة على الإسلام من كل مكان من أعدائها المنتسبين لأديان غير دين الإسلام وهم دائماً يريدون هدم الإسلام بكل ما يملكون من قوةٍ بكل ما يملكون من زكاءٍ بكل ما يملكون من علمٍ وقوةٍ تكنولوجيةٍ كل هذا سخروها لأجل رفع الإسلام عن قلوب المؤمنين ولأجل تشكيك المؤمنين في دينهم حتى يكونوا ضعفاء دائماً وحتى يكونوا دائماً أبداً تحت سيطرتهم وتحت رحمتهم فإذا شاءوا بنا أن يشعلوا بيننا حروباً نتقاتلوا يفعلون ذلك وإذا شاءهم أن يأتوا وينهبوا أموالنا ويذهبوا لبناء أنفسهم نفعل ذلك وإذا شاءهم يجعلون نقتتلوا بعضنا بعضاً يقتلوا أخٌ أخاه ويقتلوا صديقٌ صديقه ويقتلوا زوجٌ بنته كل هذه المآسي تحصل على ساحة الإسلام على ساحة الإسلام ليضحك علينا أعداؤنا ونحن لا نفيق أبداً في هذه المصائب التي لنا قوة دفعها بالوحدة فيما بيننا بالوحدة في إقامة شريعتنا بالتمسك بالقرآن بتمسك بكتاب الله بالأخلاق العالية التي ورثناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبن عن جدٍ إلى أهل مجرى فإذا نحن تمسكنا بهذا الماضي العظيم العريق التي ماضي نور الدنيا ونشر العلم في الدنيا ونشر الأخلاق الحميدة في الدنيا كل هذه ماضٍ لنا نملكه ونستطيع أن نعود إليها يوم نشاء أن نعيد إلى أنفسنا عزتنا وكرامتنا وأن الإسلام يغلب دائماً ولا يغلب إن الإزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المناسقين لا يفقهون ومشاكل العالم الإسلامي كثيرة مشاكل في مالي ومشاكل في نجريا ومشاكل في سودان المسلمون بعضهم بعضاً يقتلون بعضهم بعضاً يقتل أبا ابنه ويقتل ابن أباه ويقتل زوج ويقتلون بناتهم ويقتلون أزواج بناتهم وزوجات أبنائهم كل هذا من يخسر في ذلك لا نخسر إلا نحن فيجب أن نعيد نظرة في أنفسنا وفي تاريخنا وفيما يجب أن نفعله في هذا العالم من الحضارة العظيمة حضارة الإنسانية الكريمة التي ساد قروناً طويلةً على هذه الدنيا وعلمت الدنيا العلوم كلها ولكن بعد غلبت الاستمار علينا لهواننا وبعد أن سيطروا على بلادنا وأموالنا دائماً يريدوننا أن نبقى هكذا حتى يكون دائماً لهم كما يحبون وكما يريدون يجب أن ننتهي من ذلك يجب أن تكون هذه الاجتماعات الكبيرة لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم إلى أخلاق رسول الله لنتعلم إلى أخلاق رسول الله كيف يكون الإيمان لنتعلم من أخلاق رسول الله كيف يكون الجهاد في سبيل الله لنتعلم من رسول الله كيف يكون العلم وكيف يوصل إليه لنعلم من أخلاق رسول الله كيف تكون الأخوة الإسلامية لنتعلم من رسول الله كيف نبني أنفسنا على أساس متين من القوة الإلهية الربانية كل هذا ممكن أن نعود إليه ونتحصل له إذا عزمنا يوما في يوم من الأيام أن نكون كذلك لابد أن نكون لأن هذا ضمان من الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ويدافع الله تبارك وتعالى عن هذه الأرض بالفساد بالمؤمنين الذين أمنوا بالإسلام صدق ذلك من صدق وكفر من كفر ولكن لا يغير من الحق شيئا أن الكتاب الله تعالى القرآن الكريم هو ضمان بقاء الخير وبقاء الإنسانية وبقاء طلب المعالي وبقاء الوحدة كل هذا في كتابنا الكريم الذي أنزل من الله تبارك وتعالى ونهنئكم ونهنئ أنفسنا بهذا اللقاء الإسلامي الإنساني العظيم الذي يتعارف بعضنا إلى بعض ونزداد حبا بعضنا لبعض ونتقارب إلى بعضنا بعضا حتى نعرف ما هي حقيقة مشاكلنا التي تدفعنا دائما إلى أن نكون في الصف الأخير نقتل بعضنا بعضا ونشتم بعضنا بعضا كل هذا ليس إلا من غفرتنا وليس إلا من أننا دائما كما قال الإبن الخلدون المغلوب معجب دائما بالغالب ويجب أن ينتهي هذا الإعجاب بمن غلبنا وشتتنا وضعفنا وشتت شملنا وقوتنا نرجو من الله في يوم من الأيام أن نجتمع علماء المسلمين وكبارهم ومفكريهم أن نجتمع في مكان ما هنا في مدينة أو في سودان أو في مصر أو في أي مكان بش정 الاسلاميح يجب أن نعذ Techbbles بجدДن ويجب في من أجل ، لا يمكن أن يأتي. لأن أجل على خاطفتاك ، ن τις قائق يمكنك أن تتع Medina. هذا كل ما هو ؟ شعر جلال محمد السلم ، سوف نعرف أن يملكم ، جلال ، تكون عادة للجلسة ، جلال لكم ، جلال الاخيران ، يريدو جيد ، يجب أن يكون أسداره يجب أن يكون أسداره يستطيع أن يكون أسداره لكل شيءء السيد ويد مجرد من هناك وإلك إستراء ثلاثًا خوطًا 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 يجب أن نكون لديه الظائر يجب أن تكون لديه ويجب أن يترأس أن يكون لديه ترجمة نانسي قنقر إن شاء الله تعالى سوف نعيد الطريقة التي سأطلت كلها. في يمكننا التعليمات الأخرى وفي هذه الأجابة هنا، هذه الأجابة وفي هذه الأجابة أحيانة ، في تحجرى الثاني واحدةً. فقد تمتعاً والمعيشة في هذا الآخرى، والمرجزين من سيقول لنا أحدهم، سوف نتحل من أن البياء صديقهم اجتبع», لمساعدة وأن الله تعالى نظرة والأرقابة، لقد سياجئنا كلها هدافق، سيجعلنا كلها حقيقي. يجعلنا كلها كلها. تملك المسلمين عليها ، المنزولة ، الملكيسيين ، الملكيسيين ، الملكيسيين ، الملكيسيين بمشاركي ما تريدنا. لما يكون فالقال ذلك يجب أن تلقظوا في التعارض و你可以 تلقظوا في تجراء الضوار و يجب أن تلقظوا في التعارض و يجب أن تلقظوا في التعارض فكتب أن للأيوم الناس يكون أستمر ، من الفرد الأفضل في التعارض سأل milhões من اقتراها و أن تكون بها اوحي ماذا فamous لكن تنفي عليهم ركول أوقات فهم يخبر التزساغ لأن في تنفي بها يعرفون تكون قمة ITT ان يشالك لا يمكنني التزرير من البقاء يمكنني التزرير من الأحيان فهي لن تشيرًا كما يليعون في البقاء انظروا مجرد هذه البقاء فإن становится الأساسي هذه هي قصة تشيرًا ترجمة نانسي قنقر ثم نحن من الآثار من الآثار و تلك العظيم كل الكثير من المز 很 الموضوع يمكننا الاسترداء يمكننا الوزن ثم المزوجات فقط ترجمة نانسي قنقر 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 يقول شبه لا يزالي يبدا أفضل ONG قد يبدا أليه يقول شبه لا يزالي من فعله يبدا دائما هذا الوقت إنه لا يزالي في البطارق إنه ليصبح مزالي وإنسان أهم على ؟ نحن ليونيونيونيونيونه إن شاء الله يزالي bassغار لأننا ستبع من المستخدامين من خلالص في مرة المعيومين لأنه يسقطت بخلالص في خلالص ما يقومون من خلالص مجموعة شبابة أيضا، أقومون من خلالص في خلالص كما نرى الشباب كثير من خلالص في المدينة كما بدون خلالص في الخلال، لكم يعانون من خلالص تمامون من واضط بينواس جميع قراراتنا نهاب السنغال السنغال انغريially التعديل وهم سن العام عندما يمكننا أن نساء الجميع إلى المرتبط Rareينا ونحربي الأخير فهم لذهب الأخير وخرج أصدقاء بشكل أيضاً لذلك تصدقاءً ونحربي الأمر ان يتم بوضع لحيثه وميس كذلك؟ و consumed من أعضل الم утشقه ومن المثال أنه يمكنهم أن يكونوا معه أنهم سمعت سمعت نعمل من سيدنا نعمل ان يمكننا وخير دائما ان نعرف مغادرة ونعرف المغادرة لأن أنهم فرعون نعمل من تزدون نعمل من تزدون لذا اجعلنا كما نحن فرصت لا يعمل من نجاح لا يوجد من نجاح لا يوجد بس لا يوجد من نجاح ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر